اشتركوا في القناة التي قدمها الوزير ونوضحها إذن حيث تحدث الوزير عن الأساس ذا وعتبد النجاح وعدة أسئلة حول إجراء امتيحة الباكالوريا وكذلك تكوين المهاني والتعليم العالي نتطرقها إلى عدة أشياء وكذلك المدارس الخاصة يعني التعليم الخاص والتعليم عن بعد إذن كل هذا سوف نتحدث عليه في هذا الفيديو فقط تابعوا الفيديو حتى الأخير لكي يعني تفهموا كل شيء ونوضح ونجيب كذلك على الأسئلة التي ستطرح علينا في التعليق في قناتنا بروف هرنط وما الذي هي أي سؤال أخر فليطرحوا في التعليق ولا تنسوا وضع جيمل الفيديو وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكذلك أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم بالضغط على بارتاجي تحت الفيديو لكي يستفيد الجميع إذن أولا أول سؤال جاء حول يعني استمرار الدرسة عن بعد إذن بالنسبة لإستمرار الدرسة عن بعد فكما تعلمون فالوزير قد قالها قد قلناها في فيديوهات سابقة أن الدرسة عن بعد لم تنتهي بعد وستستمر حتى تنتهي الدروس لأنها ضرورية في السنوات المقبلة إذن المستويات التي ليس لديها امتحان أو التي لديها امتحان فسوف تستمر في الدرسة عن بعد إلى نهاية المقرر الدراسي لأن هذه الدروس مهمة جدا إذن الرغم عدم موجود لإمتحانات مثلا ثالثة إعدادي أو المستويات الأخرى إلى أن الدرسة عن بعد ستستمر لأنها مهمة في السنوات المقبلة هذه الدروس مهمة جدا كما قلناها في فيديوهات سابقة إمتحان البكالورية أهمية الدعم عن بعد إذن هنا بالنسبة لإمتحانات البكالورية فإن الوزارة قد خلت بأن هناك يعني دعم ومعالجة يعني دعم في التعليم عن بعد سوف يتم يعني مراجعة الدروس التي سوف تكون في الامتحانات ولكن لن يكون هناك دعم في الأقسام لأن الدراسة في الأقسام غير موجودة حتى شو تنبير لن يكون سوى الامتحان فقط بالتالي الدعم سوف يتم عن بعد خصوصا أن هذه الدروس قد تم إنجازها في تعليم الحضوري لأن الدروس الموجودة في الامتحان هي يعني الدروس التي تم إنجازها قبل الحجر الصحي إذن وهذا مهم بالنسبة لتلامة البكالورية سوف يسهل عليهم المراجعة لأن هذه الدروس قليلة وهذه فرصة لهم لكي يراجعها جيدا لأن هذه النقطة مهمة هي التي سوف تمكنهم من ولوج المطارس العليا الجيدة إذن كما قلنا فالرجوع إلى الدراسة الحضورية قبل شو تنبير غير ممكن يعني ليس هناك من سوف يرجع للدراسة قبل شو تنبير بالتالي ليس هناك من سيتمم الدراسة إذن جميع السنوات سوف تتمم درستها عن بعد فقط يعني وفي شو تنبير سوف ننتقل للسنة المقبلة بالنسبة لجميع الأقسام لأن الوزارة تركز على صحة التلاميذ والأساسية أولا قبل التعليم الحضوري لأن التعليم الحضوري يشكل خطر على صحة التلاميذ والأساسية أما بالنسبة للمتحانات فسوف تتخذ الوزارة الوقاية اللازمة خصوصا قياس درجة حرارة التلاميذ والأساسية وكذلك احترام التباعد الاجتماعي وكذلك توفير الكمامات واستعمال منشآت رياضية لإجراء الامتحانات إذن يمكن أن يكون الامتحان في منشآت رياضية أو في أماكن موجودة في مدينتكم أماكن التي هي واسعة وتمكن التلاميذ من التباعد بالتالي هنا يجب أن يتذكر تلاميذ البكالورية أنه لا يمكن أن يستعمل الغش في الامتحانات ومن الأحسن أن يعتمدوا على أنفسهم سواء كان التباعد أم لم يكن فات دائما اعتماد على النفس فضيلة وهو من سيمكنكم من فهم الطروس واستعمالها في السنوات المقبلة إذن ركزوا على دراستكم جيدا كي لا تحتاجوا إلى شيء آخر في الامتحانات أو إلى الأشخاص آخرين لأنه سوف يكون 10 تلاميذ في كل قسم 10 تلاميذ فقط في كل قسم في السنوات السابقة كانت تكون 20 تلاميذ في القسم يعني تلاميذ في طاولة الآن سوف يكون تلاميذ في طاولة والطاولة الثارغات ثم تلاميذ آخر إذن كل هذا شرحناه في فيديوهات سابقة ولكن هناك نقطة أخرى لما ستطرق إليها سوف نشرحها الآن وإذا أردتم أن تفهموا جيدا كل ما قلناه فيمكنكم الرجوع إلى فيديوهات سابقة ومشاهدتها فقد شرحنا فيه كل هذا لأن الوزير يعيد عدة أشياء مرات لمن لم يفهمها ونحن كذلك سوف نعيد شرح هذا بالتفاصيل إذن بالنسبة للنجاح وهو السؤال المطروح كثيرا هناك من يقول ماذا ستعتمد للوزارة لكي تنجح التلاميذ وهل هناك عتابة هنا سوف نركز على هذه النقطة بالذات بالنسبة للعتابة العتابة ليس الوزارة من يحددها لا تطلبوا من الوزارة أن تخفض لكم العتابة العتابة من يحددها هو مجلس القسم ومجلس القسم كما قلنا فهو يتكون بالنسبة للبسداء من المدير والأساسدة وبالنسبة للإعداد والتأهيل من المدير والأساسدة والحراص العامين إذن هؤلاء من يحدد يعني نجاح بعض التلاميذ أو لا فمثلا الحراص العامين يرون غياب التلاميذ وأشياء أخرى وكذلك الأساسدة يعني يتحدثون عن نجاح التلاميذ إلى غيرهم والأساسدة والحراص العامين دائما يراعون مصلحة التلاميذ يعني ليس هناك صراع مع التلاميذ كما يعتقد البعض بل هم يحاولون دائما أن ينجحوا التلاميذ إذا كانت هناك إمكانية وأن يعني يقرروا القرار الذي هو في مصلحة هذا التلاميذ فقط ليس هناك يعني مشاحنة مع التلاميذ أو كما يعتقد البعض بل الأساسدة والحراص العامين والمدير يحاولون أن يتخذون القرار الصحيح الذي سوف ينفع هذا التلاميذ في السنوات المقبلة إذن بالنسبة لإحتساب نقطة النجاح بالنسبة لمستويات الغير الإشهادية سوف أخذ نقطة الدورة الأولى ونقطة فروض الدورة الثانية وكذلك يعني عندما تجمع هذه النقاط تقسمها على هذه النقاط التي جمعت إذا كانت مثلا ثلاثة ورود زائد مراقبة الدورة الأولى فهي أربعة ورود بالتالي تقسم على أربعة وإذا كانت الخمسة مثلا إذا كانت بالنسبة لإمتحان الإشهادية امتحان مثلا محلي بالنسبة للسادس بسدائي والثالثة باكالوريا والثالثة إعداد عفواً والثالثة باكالوريا فيتم احتساب بالنسبة لهؤلاء المؤمنين الذين يمتحان في الدورة الأولى يتم احتساب مجموع نقطة الدورة الأولى زائد نقطة الامتحان ثم زائد الفروض التي أنجزت في الدورة الثانية ثم نقسم على عدد النقطة سوف نحصل على هذه النقطة إذا كانت النقطة أكبر من 10 فالتلميذ نجح دون أن تسأل لا تقول لي أن أحصل على 12 هل أنا نجح إذا حصلت على 12 في الدورة الأولى يجب أن تضيف إليها فروض الدورة الثانية إذا حصلت النقطة أكبر من 10 فأنت نجح هناك من يقول من التلميذ أن حصل هنا على نقطة أكبر من 10 وهنو نقطة أصغر من 10 في الامتحان أو كذا تجمع النقطتين وتقسمهم على عدد النقطة التي جمعتها وتنظر في المتوسط هل هناك نقطة أكبر من 10 أو أقل من 10 إذا كانت نقطة أكبر من 10 فأنت نجح إذا كانت نقطة قريبة إلى 10 مثلا 9 فاصلة أو 8 فاصلة فهنا يمكن إعادة النظر فيها حسب قرار مجلس القسم وحسب عدد التلميذ نجيحين لأن هناك أشياء أخرى يعني مثلا إذا كان عدد التلميذ نجيحين والخريطة المدرسية وغيرها إيما تقرر هل سوف ينجح عدد كبير من التلميذ أم لا أما بالنسبة للمتحانة التعليم العالي يعني بالنسبة للجامعات وكذلك المدارس العليا بالنسبة للمدارس التي يوجد فيها عدد قليل من التلميذ يعني إذا الاستقرار المحدود يعني التي يوجد لها التلميذ بامتحانات ومباراة التي يكون عدد التلميذ في القسم أقل من يعني خمسون أربعون إلى عشرون فهذه سوف يكون فيها يعني امتحانات وهم من سيقرر كل مؤسسة سوف تقرر لنفسها على العكس من طلبة الطب الأسنان والطب لديهم يعني تجارب وغيرها لا يمكن أن يكون هناك امتحانات بدون هذه يعني التداريب والتجارب أما بالنسبة للكليات فليس هناك امتحانات سوف يعتمد على ما تم إنجازه وكذلك سوف تكون الامتحانات في شتنبير قال بأن الامتحانات سوف تكون في شتنبير أما بالنسبة للإجازة أو الدكتورة الإجازة سوف يعني من الذين بحوت سوف ينجزونها عن بعد يعني يقدمونها عن بعد بالنسبة للدكتورة لا لن يقدمها عن بعد يعني لا يرامزيتها أما بالنسبة للماستر الذي يكون في عدس تلاميذ قليل وكذلك يعني الإجازة المهنية التي يكون في عدس تلاميذ قليل فهم يمكن أن يوم يعني أن تكون لديهم امتحانات في هذه يعني في الأيام المقبلة حسبها كل مؤسسة ومقررت لأن عدس تلاميذ قليل بالنسبة لمنحة الدكتورة كما سأل أحد الدكتورة لا يحصل عليها الجميع فقط يحصل على 70% من المتميزين الذي لديهم عدة سرط و3% لا يحصلون عليها لأن هذه منحة هي منحة تميز وليست منحة اجتماعية إذن من لديه منحة تميز فسوف يحصل عليها في الأيام المقبلة ومن ليس لديه منحة فلن يحصل عليها لأنها ليست للجميع بالنسبة لدروس الحضورية غير موجودة في الصيف هناك من يسأل هل سنرجع للدراسة كيف نراجع دروسنا وغيرها؟ لا ليس هناك دروس حضورية في الصيف أبدا ليس هناك دروس حضورية قبل شوثانبير يعني شوثانبير سوف تكون سنة المقبلة بالتالي ليس هناك دروس حضورية كل الدروس سوف تتمع عن بعد بالنسبة للامتحانات ثم شهادات بالنسبة لمن يسأل عن نتائج الباكالورية ونتائج فسوف لا يمكن أن تكون نتائج الباكالورية والشهادات قبل أن تمر الامتحانات ثم يقرر متى سوف تكون النتائج والشهادات بالضبط بالنسبة لحركة الأساسدة فهي سوف تتم لأن كل الإجراءات قد انتهت من قبل بالنسبة للحركة سوف تتم والأساسدة سوف يذهبون إلى المؤسسات الجديدة بالنسبة للقرصات الجديدة هناك من يسأل هل سوف يتم شرحها للتلاميذ وغيرها لا يمكن شرحها للتلاميذ لأنه لو كنا سوف نصل لهؤلاء التلاميذ لما وضعوا هذه الكرصات بالنسبة للقرصات لقد تم وضعها من طرف الخبراء حيث تبسط على التلاميذ ويمكنهم تعلم منها ذاتيا لأنها ليست عبارة عن كدس المدرسية بل هي كرصات الدعم يعني يوجد فيها كل شيء مبسط حتى يدرسه التلاميذ لأنفسهم دون اللجوء إلى أحد وسوف يتم شرح ما لم يفهموا التلاميذ في شهر شتنبير يعني الشهر الأول من السنة الدراسية المقبلة الذي سوف يكون مخصص للدعم وشرح ما لم يفهموا التلاميذ رغم أنه غير كافي فالتلاميذ يجب أن يفعلوا أو يطوروا أنفسهم لأن الدعم الذي سوف يتم سوف يكون سريع ومن درس في الصيف سوف يفهم أما من لم يدرس ولم يدرس شيئا فلن يفهم في شهر فقط إذن هذا بالنسبة للكرصات والتعلم والدعم بالنسبة للتكويل المهني هناك من يسأل عن المنحة فقد قال الوزير بأنها سوف تخرج في الأيام المقبلة فقط إجراءات قليلة هي المتبقية وسوف تخرج في الأيام المقبلة أما بالنسبة لامتحانات فقد وردني السؤال في التعليق they asked me يعني بالنسبة لامتحانات الإشادية تمسأجلها ولكن من يريد الانتقال من السنة الأولى للسنة الثانية فسوف يعتم اعتمام المراقبة المستمرة وسوف تكون النتائج في يوليوس يعني سوف يعتم اعتمام فقط منذر الصموه قبل ولم يكون هناك امتحانات بالنسبة للسنة الأولى فسوف تكون امتحانات مؤجدة بالنسبة للتعليم الخاص والذي يتخطط في عدة مشاكل فهو امتداد للتعليم العمومي وهناك قوانين تسيره كالترخيص لمواكبة المباشرة أما بالنسبة للموارد البشرية والأسر التي لا تقدم مبالغ الدراسة وكذلك الأساسي للتعليم الخصوصي الذين لا يتوصلون بأزرهم فهنا تحكمهم مدونة شغل يجب أن يرجعوا إلى مدونة شغل ويمكن مستبعتهم قضائيا ولكن للأسف نجد أن هناك من يدرس أو يدرس فقط بأتمينة قليلة وكذلك بقوانين غير متوفرة وبتعاقد مزيف أما بالنسبة للتعليم عنبوعة بالنسبة للمدرسة الخاصة يقول للوزير بأن 96% قد وضعت التعليم عنبوعة في متنوال تلاميذها إذن هذا بالنسبة للتعليم الخاص ما الذي سؤال فالي يطرح في التعليق بالنسبة لكل شيء وكذلك بالنسبة لهناك عدة مشاكل قال الوزير بأننا سوف نناقشها مع وزير الشغل بالنسبة لمن يعملون في هذه المدارسة الخاصة في النقل المدرسي في المطبخ وغيرهم سوف يتم مراعز حالتهم ويمكن تقديم لهم الدعم ولكن لم يقرر هذا بعد فقط وعد من الوزير بالنسبة للإعاقة هناك من سألني عن التلاميذ الذي لديهم إعاقة أو التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة فهناك كذلك مراعاة لهذه الفئة المستوى الأول حيث سوف يتم تكييف الدروس لهم هناك تكييف للدروس حيث تقدم دروس للصم بالإشارات وهناك كذلك اعتماد تكييف الامتحانات بالنسبة لباقي الفئات يعني سوف تعتمد تكييف الامتحانات السهلة لهم وتوفير لهم الوسائل التي سخصهم لكي يجيبوا على امتحانتهم كما سوف يتم مراعاة ظروفهم في التصحيح وغيرها لأن هذه الفئة تعاني كثيرا سوف يتم مراعاة ظرفيتها إذن هذا كل ما اتطرق إليه الوزير ما لديه أي سؤال آخر فلا يطرحوا في التعليق ولا تنسوا الضغط على جميل الفيديو وكذلك أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم لأن هذه الأسئلة متكررة كثيرا في الفيسبوك والواتساب يمكنكم أن تشاركوا معهم هذا الفيديو وبالضغط على برداج سحة الفيديو وترسلوه في الفيسبوك والواتساب أو في أي وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك استفعيل الجرس ليصلكم كل جديدنا وإلى فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر